اي اسئلة اي استفسارات لحضراتكو ابعتونا على الاسم اس هيكون امام حضراتكو حالا او على صفحة البرنامج خليني ارحب دكتور ابراهيم عشماوي اهلا بحضرتك معنا دكتور ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتكو بالسادة المشاهدين لما اتكلمت على مسألة التضخم وارتفاع الاسعار بشكل عالمي اتخضيت اكتر لما لقيت الناس بقولك ايه واحنا ملنا يعني ده بيحصل برا واحنا ملنا فمن هنا وكأنهم بيقولولي لا اكيد تولي الوقت على لا ما فيش حاجة اسمها احنا ملنا احنا جزء من هذا العالم جزء مهم من هذا العالم احنا مش في كوكب لوحدنا التضخم اللي حصل على مستوى العالم الدولة المصرية امتى لقطت انه في مشاكل هتقابل العالم فاحنا المفروض نبقى جاهزين له حقيقة يعني احنا متنبئين بعد كوفيد 19 او بعد كورونا كان هناك استعدادات من قبل والحقيقة تصادف هذا الاستعداد مع موسم رمضان وانتي عارفة حضرك في موسم رمضان احنا بنزود حجم المعروض من سلع وخدمات ما بنتكلمش فقط على سلع وانما بنتحدث ايضا على خدمات فدايما قبل المواسم خدمات اللي ايه زي اهلا رمضان دي معارض انا بتكلم على خدمات زي مثلا بطاقات التموين بنكون على استعداد واهبة استعداد فيما يتعلق بجزء تقني محد معا بطاقة البطاقة ما تقفش انت عارف المواسم دي حقيقة تبقى مواسم عليها طلب كبير جدا ففي هذه المواسم سواء اهلا رمضان او اهلا مدارس بيكون هناك استعدادات خاصة لهذه المواسم تصادف ان فترة كورونا كانت يدوبك قبل فترة رمضان كانت الاستعدادات على قدم والساق هذا شق الشق التاني الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس منذ فترة ان يكون لدينا احتياطي امن من السلع الاساسية الدول اللي زي حالتنا بيبقى عندها احتياطي استراتيجي للسلع الاساسية يعني لا يتعدى ثلاث شهور كانت التوجيهات ان احنا نزيد عن هذا الحد واصبح لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية يصل الى ست شهور وانا بتكلم على سلع اساسية زي المقررات التامونية بتكلم على امحة على زيت على سكر رز مكارونا بالاساس كل اساسيات منظومة التجارة احنا بنتحدث على 72 مليون مستفيد من الخبز و64 مليون مستفيد من المقررات التامونية والمقررات التامونية 28 سنة هرجع لجزء اللي هيكلتي فكان هناك استعداد بتوجيهات فخامة الرئيس هذه رقم واحد رقم اتنين ان كنا داخلين على موسم رمضان فكان هناك اللي كانوا مع بعض بالضبط فتزامنوا مع بعض داخليا نعم لما حصلت كورونا ابتدت الحقيقة الصناعة كافت المصانع على مستوى الكوكب ان هي تقلص انتاجها ليه الناس ما بقتش تروح المصانع مش كده سلاسل الامداد لمدخلات السلع وقفت تأثر وتوقف في بعض المواني اتخذت من الاجراءات الاحترازية انها توقفت فاقدر اقول ان العالم كل دولة بقت منقطعة واصبح كل دولة افلى على نفسها لو لم يكن لديك هذه التوجهات من ذي قبل لكنا شاهدنا كثير من النقص في السلع انما في وسط الازمة كان السوق البريطاني والسوق الفرنسي والسوق الامريكاني يعاني من قصور في بعض السلع شفنا على الشاشات الفيديوهات والسوبر ماركت اسوأ وسوبر ماركت ومتاجر ومتاجر فرغة مش كده طيب لم نشهد هذا طيب كنا ممكن نشهد تحركات سعرية لم نشهد اي تحركات سعرية في السلع الاساسية اذا فالمنظومة نجحت في مجابهة ازمة كورونا طيب الازمة طولت شوي دي على فكرة اللي في دول كتيرة لسه داخل الازمة دي صحيح لسه بتوعاني في دول متأثرة اما تبصي على حضرتك على معدلات نمو الدول المتقدمة هتلاقيها انخفطت بشكل غير طبيعي يعني ايه معدل النمو اللي انخفط يعني انتاجية الدولة من سلع وخدمات تأثرت سلما الاقتصاد المصري كان من ضمن ثلاث اقتصاديات التي شهدت معدلات نمو ايجابي امان ازمة كورونا احنا ومين احنا والصين وفيتنام خلي بالحضرتك يعني دايما بقول العالم يتجه شرقا معدلات النمو للاقتصاديات العالمية هتكون في شرق اسيا ايه الصين النهاردة اجمالي الناتج المحلي بتاعها يصل الى 15 تريليون دولار امريكا بنتحدث عن 22 وشوية تريليون دولار معدلات خلال 3 سنين الصين هتتعدى امريكا اذا توبغرافية الاقتصاد العالمي هتتغير نحن مقبلون على نظام اقتصادي جديد فتأثرت كافة اسعار السلع بسبب ازمة كورونا وانكماش الاقتصاديات العالمية وبالتالي اثر علينا سلبا لما يجي بص مثلا على خامس زيت ده اتضرب في اتنين طيب هل تم تصدير هذه الزيادة في التو واللحظة لا كان عندنا احتياطي امن من الزيوت يتعدى اربع شهور فبالتالي لم نقوم بزيادة اسعار الزيوت الا لما انتهينا من هذا المخزون واصبح لدي التزام ان انا استورد المخزون الجديد بسعر جديد فبالتالي تحرك السعر من 18 ل21 ده سؤال ده سؤال الناس بتسألوا واحنا من واجبنا ان احنا نرد عليه فبالتالي طبعا الشاشات مش بيكلموا على الشاشات داخل مصر يعني حتى هم اللي بيقولوا كلام ده متابعين كويس للشاشات العالمية الشاشات والاعلام العالمي كله عمال يقول ارتفاع اسعار وارتفاع وارتفاع طب واحنا ما حصلش عندنا ارتفاع في مصر ليه بمعنى انه فكرة انه فيه اسعار زادت عندنا في مصر وده اللي هسأل حضرتك عليه جاء متأخرا بعد زيادات عالمية بسبب المخزون بسبب المخزون السلعي الذي تم تكوينه من ذي قبل كويس لانه ده نفعنا في ايه انه حصلت بحركات سعرية مباشرة لما حصل تضخم في الدول المصدرة لو كانت فيه ناس كتير قاعدة في بيوتها الناس اللي تعملها الـ 500 جنيه الحقيقة اللي كانت ما بتشتغلش فكان يبقى صعب قوي انه ما فيش شغل وفي نفس الوقت اسعار بتزيد صحيح من هنا فكرة المخزون وبالتالي خلي بالحق مهم جدا يعني وخليني ازف هذه البشرة لجموع المواطنين واحد ان احنا النهاردة انتهينا من الموافقة النهائية لانشاء وادارة وتشغيل مستودعات ومخازن استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص اذا الحكومة بتتتوأم او بنخش في بارتنرشيب مع القطاع الخاص لبناء وادارة وتشغيل سبع مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات البلاد من السلع النهائية وضمان امداد هذه السلع لكافة المحافظات السلع 28 سلع اللي هي المقررات التموينية زي ما ذكرت رز مكارونا سكر زيت انا بس عشان اقرب للمواطن الحدام النهاردة احنا بندخ ما يقرب من 4000 طن سكر في اليوم 3000 طن زيت يوم 1000 طن رز ومكارونا يوم عشان بس الناس تعرف حجم السلع اللي بيتم امداد المواطن بها على مدرشة ما احنا كتير يعني برضو وحدد المستفيدين من الدعم زي ما ذكرت في السلع 64 مليون وفي الخبز 72 مليون عندنا ما يتعدى 21 مليون بطاقة تموينية فحضرتك عندك ماس او حجم كبير تمام فكان لزام على الوزارة ان هي تأمن هذه الامدادات على مستوى الجمهورية مش بس للفترة دية والفترات القادمة هذا المشروع مشروع قومي يصل حجم الاستثمارات فيه من قبل القطاع الخاص 30 مليار جنيه اكرر تاني شركات كتيرة دي 3 شركات في المرحلة الاولى ثم هنترح مرحلة تانية 3 مستودعات استراتيجية باجمالي 7 مستودعات دية هتبقى state of the art افضل تكنوليجيا في تناول وتخزين وادارة وتشغيل السلع على مستوى المنطقة بالكامل فدي نقلة نوعية في منظومة التجارة ان شاء الله خلال ربع الاول من السنة القادمة هيكون هناك تتشغيل للمرسة المصرية للسلع مش كده بس اتفقنا مع الجانب الفرنسي على ضخ استثمارات في سورة بريج لون 120 مليون يورو لانشاء اول سوق جملة نموذجي من الجيل التالت مش كده بس اجمالي ده ان شاء الله هيكون في اسماعليا في اسماعليا على مساحة نيد فدان عملنا مسح مع الجانب الفرنسي ليه اختيار اسماعليا اسماعليا لانك انت قريبة هتفضي اقل لعدد سكان هقول لها حضرت ولا موقعها لا هو الموقع انت محتاجة مواقع قريبة من اماكن الانتاج سواء للخضر او الفكهة شرعية طبعا وبحيرة اكتر محافظتين هم انتاجية للخضر والفكهة عشان كمان السلع المستوردة من الخارج فانتي جنب المواني كمان تبيتم انتقاء عشان الناس برضو تبقى مدركة ده تماما نعم ان دايما هناك دراسات جارية على مستوى الجمهورية ليه توطين سواء اسواء جملة او مناطق لوجستية او مراكز تجارية ده بيتم بعناية فائقة بنبص على كل محافظة وطبعتها وانتاجيتها اكيد متوسط انفاق الفرد بنبص على التضخم بنبص على مجموعة من المؤشرات السلع اللي زادت الفترة اللي فاتت الزيت طبعا زي ما قلنا ده جوه جوه التموين وبره التموين ده جوه جوه منظومة التموين وخارج منظومة التموين أي واعزين نحدد تمام طيب حتى الزيادات اللي حصلت في الزيت احنا يعني السعر زاد من 18 ل21 للزجاجة اللي هي 800 ملي ومن 21 ل25 للليتر بس شوفي المثيل بتاع 800 ملي والليتر ما هو خارج التموين خارج المنافذ التموينية بأسعار تتعدها بنتكلم 27 28 30 35 السكر لسه موجود بـ 8.5 بص فيه المنافذ الأخرى أو المتاجر الأخرى قبل كده قلت فكرة السكر بـ 8.5 دي وكان الخبر موجود الناس بعدتلي تقول لي مفيش سكر بـ 8.5 ده في المنافذ التموينية لدى البقال التمويني لدى منافذ مهودة اللي بياخدوا التموين بالزبط أما بقى خارج المنظومة طبعا بيحصلت حركات سعرية لأنه زي ما قلت لحضرتك أنا فاكرة يومية الخبر فاندم وقلت بـ 8.5 للتموين وخارج منظومة التموين بـ 9.5 وبـ 10.5 وقالوا الناس بعتين اللي قالوا لي وفيه بيوصل لـ 15 لسا كنت أنا بقول لحقيك ليه على حسب العبوة على حسب العبوة خلي بالحاك من حاجة طي إيه تاني غير الزيت إيه تاني غير الزيت ده اللي حصل فيه زيادة سعرية زيت بس زيت بس من الثمانية وعشرين سلعة داخل المقرارات التموينية لو أنا خرقت برّ منظومة المقرارات التموينية هنلاقي فيه بعض السلع زادت أسعارها مع أن إحنا النهاردة عندنا ما يقرب من 85% اكتفاء ذاتي من السكر وده سؤال الناس وأنا على فكرة مش بزعل من الناس لما بتسأل لأن الناس لما بتسأل بتبقى عايزة تفهم حتى وقف مع السكر ناس تقول لك أنتوا طلعين طول الوقت تقولوا أن إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من السكر منين عندنا اكتفاء ذاتي من السكر ومنين السكر سعره غلي فضل جاب مدخلات الانتاج خلي بالحقي أنت عندك السكر مدخلات الانتاج كثيرة جدا بما فيها معدات عمال التكرير عمال الاستخلاص دي كلها مدخلات للصناعة زي مثلا الزيوت في ناس تقول إيه طب والله طب إزاي أن احنا بنستورد 97% من الزيوت طبعا احنا بنستورد الزيوت من الخارج لأن المناخ بتاعنا والطربة بتاعتنا يعني ما تقدرش تستوعب مناخ الحبوب بتاعت الزيوت يعني سواء السوية معنا كده لكل العالم اللي في الظروف مناخية زينا على مستوى العالم بالضبط بيستورد زيت بيستورد زيت يعني حنا بيستورد زيت من ماليزيا من اندونيسيا من بعض الدول اللي هي قابلة احنا زي دول أخرى المناخ بتاعنا والطربة بتاعتنا تحتاج إلى تحسينات كثيرة لإنماء هذه السلع السكر اللي غلي خارج المنظومة التموينية وإيه كمان احنا دولة دولة الاتنين بس من السلع أو المنتجات اللي تم أو حصلت تحريك في الأسعار بتاعتهم بسبب متخلات الانتاج حتى لو هذا المنتج هو منتج صناعة محلية زي ما أقول لحضرتك انت عندك الكهرباء عندك الغاز لي كلها النقل الشحن خلي بالك انت ما بتنقلي داخل الجمهورية حصل زيادة في النقل أنا عايز أقول لحضرتك أن أسعار الشحن والنولون في الخارج تضاعفت طبعا النهاردة الكنتينر من الصين كان بألف وشوية بقى بـ 14 ألف دولار ده الكنتينر اي إذن السلعة ما هيش فقط صحيح ما أنا بقول لحضرتك أنا ما مسعالش من الناس لما بتنقل وده دورنا نحنا نجاوب على تساؤلات الناس لأن الناس أما بتسأل وبتسمع إجابة بتقتنع بيها بتفهم واجب علينا صحيح إيه اللي حيغلى لا ما قدرش أقول لحضرتك إيه اللي حيغلى أنت معرضة يعني أنك أنت تتبعي البرصات العالمية وده اللي بيحصل بنتابع البرصات العالمية عن كثب فيما يتعلق بالسلعة الأساسية مش هتكلم على السيارات مش هتكلم على الملابس وإن كانت دي جزء من منظومة التجارة واللي أنا بشرف إن أنا أكون مسؤولة عنها إن أنا أتحدث عن أولويات أولويات الدولة المصرية والحكومة هي توفير السلع الأساسية للمستهلكين مش بس داخل منظومة الدعم إنما حتى في منظومة القطاع الخاص لما بنلاقي سلع بسأل حضرتك السلع اللي حتغلب بنتابع البرصات بنتابع الأسعار والتحركات هذه السلع في الأسواق العالمية بنقدر إن إحنا سلاسل الإمداد بتاعتنا بتعمل بكفاءة فبالتالي بتقدري تنتقي السلع الأقل ثمنا في أسواق أخرى وتتفادي الأسواق الأخرى اللي بتشهد معدلات ارتفاع في السلع فمقدرش أقول لحضرتك لأن كل يوم بيختلف عن الآخر البرصات على مستوى العالم بتتحرك وعشان كده إحنا بس إنتوا كمتخصصين دكتور إبراهيم بتبقوا عارفين الاتجاه فين يعني طبعا إنتوا كمتابعين ورصدين غيرنا إحنا كأي حد تاني إحنا بنتابع عن كثب التحركات السعرية من اللي وارد لا برضو برضو حقيقة بتقولي إيه اللي وارد أصلاً لو أنا طلقت وصرحت وقلت إيه اللي حيحصل هتلاقي كل الناس هتاخد هذه المعلومة وتتحرك اللي أنا بقدر أرصده النهاردة أن الناس تطمئن أن السلع الأساسية متوفرة ولدينا احتياطي آمن يصل لست شهور مش كده بس وبيتم استعاد هذه السلع بصفة دورية من الأسواق الخارجية مش كده بس ده إحنا بنزود إنتاجية الشركات التي تعمل في الصناعات الغذائية في مصر وبتشتغل على مدار الساعة عشان أزود حجم المعروض من السلع عشان المواطن ما يحسش أن هناك أي نقص في أي سلع تقريبا خلينا نقول أنه فيه أخبار كتيرة بتقول أنه فيه ارتفاع أسعار على أول يناير أنا أحب لو فيه ارتفاع أسعار أحب أمهد للمشاهد لا أنا أحب أن أقوله هتطمن هتطمن المشاهد وطمن حضرتك إحنا عندنا موجة تضخمية آتية بيحصل زيادات سعرية كل فترة وأخرى دور وزارة التموين والتجارة زي المايسترو بتزود حجم المعروض من السلع في كافة المنافذ لدينا أربعين ألف منفذ على مستوى الجمهورية البضاعة موجودة الاحتياطي الآخر موجود في المخازن على مستوى القرية وعلى مستوى المدينة المخازن الاستراتيجية دي بتضمن عدم التقلبات السعرية بشكل زي التقلبات السعرية الشكل المفاجئ اللي شفناه بالضبط فمش حنفاجئ المستهلك أو الجمهور بأن هناك زيادات سعرية آنية بورصة بتتحكم في سلع إي وإيه لا البورصات العالمية فيها كل السلع كل السلع مثلا بورصة تريكاجو دي فيها كل أنواع السلع من سلع غزائية ومعادن وخلاف إحنا دشنا البورصة المصرية للسلع وأشرف أن أنا أكون أول رئيس للبورصة المصرية للسلع وزي ما قلنا أن خلال شهر أبريل الماضي عملنا تسويات لعمليات الأمحة المحلي التي تتم في الداخل وبنوعد إن شاء الله في الربع الأول من السنة القادمة أن تكون هناك أول تداول ليه سلع حقيقية وخلي بالك البورصة السلعية ماهيش بورصة خاصة بالسلع الغذائية غذائية وغير غذائية يعني هيكون هناك تداول للقطن بنفكر في الدهب إضافة إلى السلع الأساسية طبعا في الحالة دي فكرة بورصة السلع أو الملف بورصة السلع البورصة السلعية الأول مرة في مصر هتبقى إيه العلاقة ما بين حضراتكو كبورصة مصرية وما بين البورصات العالمية مين اللي في الآخر اللي هتبقى بالبلد كده إيده طايلة؟ يعني هو اللي هيفرد الموضوع سؤال معتبر جدا البورصة المصرية للسلع هي منصة إلكترونية لتداول السلع ما بين بائع ومشتري سواء البائع ده محلي أو خارج طيب البورصة إيه دورها؟ بتقلل الوسطاء في منظومة تداول السلع يعني حضراتك لو الكباية دي بتنتج من المصنع بجنيه بتوصل للمستهلك بعشرة لأن فيه تاجر جملة وفيه تاجر نص جملة وفيه تاجر تجزئة وبعد كده بتصل الكباية دي سواء بالحضراتك يعني رغم أن أنا كتير بنتقط حلقات الوصل لكنها بيوت مفتوحة برضو صحيح ده سؤال مهم جدا البيوت دي هتفضل مفتوحة زي ما قالوا إيه إحنا بنجيب سلاسل تجارية أجنبية من الخارج طب البقى الحامل والسوبر ماركت شغال والهايبر ماركت شغال ولكن ده له مستهدف وده له مستهدف أنا دوري أن أنا أزود حجم المعروض دوري أن يحدش استقرار في الأسعار على مستوى السلع الأساسي فأنا النهاردة ما أقول بدشن برصة مصرية للسلع بحزف أو بأقلل الوسطاء في منظومة سلاسل الإمداد عشان تصل الكباية دي 8 جنيه إلى 6 جنيه بدل ما كانت بتصل للمستهلك بعشرة جنيه هي سوق مفتوحة البورصة سوق منظمة لتداول مجموعة من السلع على منصة إلكترونية حضرتك هتخشي على المنصة تقولي أنا عندي 100 كباية ببيعها بطرحها بسعر كذا جودتها كذا هيخش بقى المستهلك مش المستهلك النهائي أنا أتكلم على بيتو بي أو بيزنس تو بيزنس فالبورصة دي تدخل اللي بيبيع الكبايات بيبيعها مثلا لفنادق بيبيعها لسلتر مارك أنا ليه بسأل حضرتك أنه هل وارد أنه يبقى فيه ارتفاع لبعض الأسعار لأنه العالم كله بيشهد ارتفاعات سعرية وإحنا ما حناش ما حصلناش ما حناش بعيد عن الاقتصاد العالمي إحنا جزء من الاقتصاد العالمي تكمان بتتكلم في أنه الأخبار بتقول أو بيتردد أنه فيه زيادة في الأسعار على أول يناير وإنت شهرين وحيبقى عندك رمضان هو مين بس اللي قال فيه زيادة سعرية في أول يناير أنا بقول لها حضرتك بي تردد أنت ما قلتش ما تقلقش لا أنا ما صرحتش ومش حصرة وإنا خلي بالحق أنا أمين في نقل المعلومة لأن ليس هناك اتجاه من قبل الحكومة في زيادات سعرية في سلع أساسية خلال الفترة القدرة ولو حصل زيادة وده بنمتص هذه الزيادة لا وده نتيجة أنه فيه أشياء عالمية وإحنا جزء من العالم هنعمل ايه برميل البترول النهار تعدى حاجز الخمسة وتمانين دولة يعني غاز الدرب في خمسة ده اللي أنا بقوله يعني حتش عارف اللي جاي فيه إيه اللي بيحصل خلينا كده بقول لحضرتك أنت كمان يعني بعد أول يناير خلاص بتتكلم في شهر تقريبا هيبقى شهرين وعندك رمضان فرمضان يعني استهلاك قوي جدا يعني بنتكلم في بنستهلك بلا وعي بمئة مليار جنيه في شهر رمضان استهلاك الأسرة المصرية مصريين في شهر رمضان بيقفز من ستين مليار شهريا إلى مئة مليار وأنا بكلم على سلع غذائية أكل وشرب كفز في خلال قد لا بقول في شهر رمضان في شهر رمضان الاستهلاك قياسا بباقي الشهور بالزبط يعني المتوسط عندنا من خمسين لستين مليار هو انفاق المصريين في الطعام ده في في الوقت الطبيعي في رمضان بيقفز الاستهلاك إلى الضعف إلى الضعف آه تمام بس المطمئنين أن السلع الأساسية واحد موجودة متاحة في كافة المنافذ تمام وبأسعار منضبطة تمام خليني أروح للأوفر برايس في العربيات ويمكن ده سؤال الأخير علشان الوان الناس هتفضل عايشة في قصة الأوفر برايس لغاية طيب كويس السؤال حقيقة ذكرتيه هو إيه اللي حصل في أزمة كورونا شاهدنا قصور في الـ والـ أشباه المواصلات حصل فيها تحول كان جزء من هذه الصناعة بتروح لصناعة السيارات لما الناس قعدت في بيوتها وحصل انغلاق ذهب التوجه إلى الجيمينج الجيمز الإلكترونيك جيمز وابتدت كل الشركات توجه انتاجها للجزئية دي فحصل قصور لأن الطلب على السيارات لسه كنت أقول حضرتكم ما خدوا القرار ده هما طبعا يعني نسبة تفهم خدوا القرار ده بناء على أنه أن الطلب نقص في سوق السيارات في قابد فحول جزء بالإضافة لأنه قلص إنتاجه في الشيبس والسيمي كونباكتر تمام هو كمصنع قال أنا أتصور أن احنا نرجع لنقطة التعادل نقطة التعادل أنا أتصور ده تحليلي بصفتي رجل اقتصاد أن احنا على شهر مارس هتستقر أسعار السيارات وترجع إلى ما كان عليه الأمر لنزيل مصنع تستقر دي تستقر دي لا يعني مش حيبقى فيه تستقر دي جملة وترجع إلى دي جملة تانية خالص ترجع إلى إيه هرجع أقول له حضرتك مين اللي بيحدد السعر العرض والطلب مش كده طيب لو زاد المعروض لنضبط السعر كويس المشكلة بتحصل فين لما ينتقس المعروض صحيح ويزيد المطلوب ما يبقاش فيه وفر فبيبقى فيه ندرة أو ندرة ما بين هذا وذاك تنضبط الأسواق عند نقطة التعادل إن المعروض أصبح هو نفس كم المطلوب كويس أنا تحليلي الاقتصادي بعد تحول هذه المصانع من الجيمينج اندستري أو من الصناعات اللي هي بتتعلق بالألعاب الالترونية رجع تاني ولا لسه ترجع ترجع في أوروبا يعني إحنا تتدينا نشهد هالنهاردة أنت عند حضرتك في السيارات كان هناك نقص في السوق الأوروبي لبعض الموديلات مش هايزة أقول كل صحيح في البعض كويس فزادت الأسعار لأن أصبح هناك ندرة في المنتج فبالتالي لما الطلب رجع تاني فحصل الأوربرايسين لما يبتدي سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة لمدخلات هذه الصناع فبتستقر هذه الصناع فلن أنا أقول لحضرتك الأوربرايسين ده من وجهة نظري كاقتصادي ستنضبط الملابس نفس القصة بس الملابس بتنسبقها بست شهور يعني الناس اللي بتشتري الغزول فبالتالي أنت ما شاهدتيش زيادة سعرية في الملابس على مدار أزمة كورونا فعلا صحي كده؟ طيب لا أنا معرفش زادت ولا لا؟ لا ما زادتش إحنا بنتابع الأسعار للملابس والإلكترونيات والسلع الأساسية والحديد كل حاجة بنتابعها وهناك تقرير يومي عن هذه الأسعار بما فيها الخضر والفاك كما النهاردة الناس ما تكلمنش لي أن الخضر والفاكهة الأسعار بتاعتها انخفضت بنسبة 30% نعم هذا حصل نعم فبالتالي اللي أنا قدر أقول لحضرتك أنه هيحصل هترجع الأسعار يعني أنا قدر نقول للناس دلوقتي إهدوا شوية بزرق ما تشتروش الأوفر برايس ما تشتروش آه ما تخضعوش لهذا الابتزاز والابتزال حقيقة في أن انتوا بتجروا وتجيبوا العربية أنا عارفة يعني إيه واحد بيبقى محتاج عربية ده شيء طبيعي بس لو أنا عندي رفاهية إن أنا أستنى وده مش هيفرق معي كتير إحنا بنتكلم في تقريباً 3 شهور هتكتكلم على الأول مارس على أول مارس تقريباً على أول مارس طيب يعني بنتكلم في وعايز أقول له حقيقة حاجة كمان النمط الاستهلاك يجب أن يتغير يعني إحنا من في العربيات مش بس في العربيات أنا بتكلم في كل السلع الاستهلاكي ده حقيقة تمام يعني هقول لحضرتك مؤشر صغير نغير ثقافة الاستهلاك السنة دايما نقول ست البيت المصرية لأنه ست البيت المصرية نشاطرة جداً ست البيت المصرية طبعاً هي وزير الملايا في الأسرة المصرية صحيح لا تنخدعي مع الفكهاني ولا الخضري لما يقولك اسمعي بس خدي 3 كيلو دول بعشرة أو خدي هترميهم ومش هتستعملي غير اللي انت كنت عايزاك السلع بتفسد اللي هو النص كيلو أو كيلو اسمعي كلامي فانت اطلوبي اللي انت عايزاك أنا قلتلك عايزا كيلو يعني كيلو وخلي بالحضرتك قليك خدي كذا ده حيقف بكذا وحيقف بكذا مش عايزيت يعني في ناس بعض التجار وطبعاً كل التجار اللي احنا بنتعامل معهم التجار منضبطين مش كده مفروض بعض الناس بتقول لست البيت الحقي اشتري خزيني ده مش صحيح البيعين سلاسل الامداد امتى أقول لحضرتك ومنتهى الامانة لما يحصل توقف لسلاسل الامداد أو يحصل خلل في سلاسل الامداد إنما النهاردة اللي ييجي يقول لحضرتك الحقي اشتري مش عارف ايه عشان هيغلق ده مش صحيح بس ده بيحصل كتير سؤالي الأخير وسريعاً لأن الوقت خلص دكتور إبراهيم هل تتوقع كرجو الاقتصاد إنه يحصل غلق تاني وإغلاق تاني في العالم نتيجة كوفيد ده دايماً بتسألي أسئلة حضرتك أصل ده اللي ممكن يعني ده هيوجه البصلة هتروح فين الإجابة إن لما حدث إغلاق في بعض الدول وبعض الأسواق تأثرت سلباً الحقيقة الأمر ده كلف اقتصاديات العالم الكثير فالنهج اللي بيتخذ النهج اللي احنا وصلنا له الزبط النهج الجاي ليس هناك إغلاق لأسواق أو الاقتصاديات حتدور عجلة للإنتاج مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت الفكسين ونسب الفكسين تصل إلى 78% شكرك دكتور بريماشماو شرفتيني شكرك فندي شكراً جزيلاً شكراً حضرتكو شوف حضرتكو السبت على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء شكراً جزيلاً